اشتركوا في القناة لدينا لمحة أسبوعية منحكي زي توقعات أسبوعية ولكن الأسبوع هذا رح أحكي شوي تفصيل أكثر عن الأسبوع الماضية طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد لآخر يوم هو موجود الآن في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة واحدة وثمانتاشر دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر الخراب الإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الأسد اليوم بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا في هذا اليوم إما اقتراض مال أو الاستثمار أو اقتناء حلية ثمينة أو التحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زوايا جديدة ظهرت على الساحة أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين الزهرة وبين المريخ وهي تاثراتها من اليوم ثلاثين سبعة لغاية يوم ستة ثمانية طبعا دروتها يوم ثلاثة ثمانية بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية برضو هي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين زحل وهي تاثراتها من يوم ثلاثين سبعة لغاية يوم واحد ثمانية طبعا دروتها يوم واحد وثلاثين ثمانية هي زاوية هاي بتسبب نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة بتحلد من خيالنا بشكل كبير بتخلينا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بيضر بصحتنا وبرضو بالمقابل هاي زاوية بما أنه عطارد وزحل معناته في آثار إلها علاقة بحوادث السير أزمة الطرقات والزحمة والأمور اللي إلها علاقة بتأخير ضرد بريد أو اتصالات أو عطل في هاي الأمور عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية خطيرة طبعا زاوية اغتيران هي سلبية ما بين المريخ وبين أورانوس وهاي طبعا إلها تعثيرات فترة ولكن بدأت الآن ذروتها وهي ذروتها من اليوم ثلاثين سبعة لغاية يوم خمسة تمانية طبعا هي قمة الذروة يوم واحد تمانية هاي الزاوية طبعا بتخلي عنا نوع من أنواع التردد والخوف في اتخاذ قرارات حاسمة في الحياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبتسبب لنا شقاقات عاطفية أو البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين ضعف وبين عدم القدرة أما بالنسبة لدوليا فهي بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو أحداث لها علاقة بسك الحديد زلازل العواصف وبرضو ممكن يصير تمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أحد القادي أو قتل أحد القادي الكبار في هاي الفترة أو نشهد مظاهرات أو ضرابات في قطاع الصناعة والصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة برضو فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي تاثراتها زي ما حكينا لغاية خمسة ثمانية ذروتها يوم واحد وثلاثين سبعة هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التزديس بين نبتن وبين بلوتو وحكينا أنه هاي الزاوية تاثراتها لغاية يوم اثنين تسعة ما إلها ذروة راح تظلها منفصلة وهي بتسبب عود يعني بتسبب أو بسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية بتدعم وضعنا بشكل مباشر خلال الفترة هاي أما بالنسبة للزوايا السريعة طبعا اليوم ما في غير زاوية وحدة واللي هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام ساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عراقي اللي بتطلب مننا إننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقرن بعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر اللي هو الخلو المسار السلبي طبعا راح يبدأ الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ست وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها للعذراء هذا يعني إنه طيلة النهار لغاية ساعات المساء زي ما حكينا في خلو المسار فهاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون امتقل وصار في العذراء عشان هيك بتبلش تأثيرات العذراء على جميع الأبراج من ساعات المساء فمنعود لطبيعتنا الجادة بننتبه أكثر لصحتنا بموارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما بنترك واردة أو شاردة دون تفاحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا أيضا في هاي الفترة اقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية القلب والشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان طبعا بما أنه اليوم في عنا خلو مسار طويل ورح يكون في ساعات النهار فتلقائيا أنا لما بذكر أعضاء بحكي ما بنصح عمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء ولكن اليوم إجمالا لأنه خلو مسار طويل ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا العمليات الطارئة والأخص للأعضاء اللي أنا ذكرتها الآن من ساعات المساء طبعا بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القلون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا زي ما حكينا لا يوصى بإجراء عمليات جراحية اليوم وهو أيضا يوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا القص العلاجي نعني تقريبا كل الأمور اللي إلها علاقة بالجراحات أو الاستشفاء أو العلاجات هذا اليوم غير مناسب تماما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم أو رح ينتقل لبرج العذراء عشان ما حدا يجي ولا القمر موجود بالأسد لما ينتقل القمر وصير في العذراء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين واحد ثمانية في تمام الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي يعني إلى صباح يوم الثلاثاء حتى تمام ساعة أربعة وخمس دقائق صباحا لا يستقر القمر بعديها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثلاثة أيام نسبة الإضاءة بتصير عشرة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الأسد بدي ينتقل للعذراء في ساعة المساء ورح يمكث في العذراء حتى يوم اثنين ثمانية طبعا هو الآن منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشرة في المية بضل بساعاته لغاية ساعات الظهر بعدين بارتفع لثلاثين في المية سعيد لغاية ساعات المساء وبعدين بنزل لمنتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الأسد حتى يوم أربعة ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احد عشر ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين ثمانية منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة بعدين بدو يرجع للحوت ويكمل منتحس بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية فرانوس في الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا لللمحة الأسبوعية برج الحمل بالنسبة لليوم السبت طبعا لغاية ساعات المساء القمر موجود في برج الأسد فعشان هيك هذا البيت الخامس للكم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وبإمكانكم قضاء وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة وإيجابية وتنجحوا في حملة لترويج لشيء معين عشان هيك حاول أنك تكون جريء بالطرح ولكن يعني ما تعتمد كثير بالحضوض تتصار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض من ساعات المساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء لهو البيت السادس للكم يعني بدأ القمر بمراحل المقابلة فهنا بتجدوا أن العمل بدأ يتراكم عندكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وهذا يعتبر بيت العمل وبيت الصحة فبتكون تنتبهوا بشكل جيد لعملكم ولصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق وبحث عن حليفة أو عن دعم وتجنب الإساءة لأصدقائك وشركائك في هاي الأيام وحاضروا من التراجع الصحري أما من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس القمر بصير في الميزان لهو البيت السابع للكم يعني مقابلكم تماما فهذا يوم جيد للقيام بعمل مشترك أو تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل أو بالعاطفة وبوسعكم في هاي الأيام توقيع عقد أو إتمام خطبة أو زفاف في بعض التأثيرات السلبية اللي بتيجي على المستوى النفسي لأنه طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك ممكن تكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية حاول أنك ما ترتجل المواقف وتجنب الانتقادات والعصبية والحدية لأنه سهل جدا استفزازك وانت الحلقة الأضعف أساسا في هاي الفترة من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر موجود بالعقرب لأول بيت الثامن لإلكم فهنا بفتح لكم فرص لمكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم شيء أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ وممكن تنشغل بمعاملة أو بملف في هذه الأيام برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر مازال موجود اليوم السبت لغاية ساعات المساء في البيت الرابع اللي هو في برج الأسد فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمسه توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهم شيء أنك اليوم تتخلى عن مواقفك المتحفظة تجنب العمليات الجراحية حاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك الأهم أنه اليوم كل التركيز رح يكون على البيت وعلى العيلة وعلى التصليحات والترميمات أهم شيء ضبط الأعصاب زي ما حكينا أما من مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء له البيت الخامس لأيكم فهنا بتبدأ مرحلة قوية جدا وبصير رغبتكم قوية فالتقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم طبعا الأحباء إن كان علاقة عاطفية أو الأبناء بحيطك طبعا هنا للطاقة بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وبتكون هاي فترة من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا بالنسبة لألك بتشعر فيها بالضمانينة والراحة والعاطفة وبعض الردود من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس القمر هنا بتحرك في مراحلة المقابلة بصير في الميزان البيت السادس لألكم فهنا بتدأ العمل بالتراكم لديكم لكنكم تجدوا تعاون من زملائكم ممكن يتمارسوا في هاي الأيام نشاط بدني أو بعض العلاجات أو مراجعة طبيب أو أخذ أدوية معينة برضو الأهم إنكم تحاولوا إنكم تلعبوا بعض الرياضة أو تتحركوا عشان تحافظوا على عياقتكم تعطوا حالكم طاقة أكبر باكروا لأعمالكم وما تلتهوا بالقشور نظموا أعمالكم بشكل جيد الانشغالات في هاي الأيام كثيرة وممكن إنك ما تنجح في إتمامها فعشان هيك بدك تنظم وقتك وما تقصر من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير بالعقرب البيت السابع لأيكم وأنا بصير مقابلكم تماما فبينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم شراكات المال شراكات العاطفة بتقدروا تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم لأنه لو ما حافظت معناته رح يصير فيه مشاكل وحاول إنك ما تعرض لقاءك أو لقاءاتك للفشل بتحمل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر الضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعاند أحد اتجنب الخلافات كليا قصمك في هاي الفترة بكون قوي وطباعك مش يعني هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم السبت طيلة نهار يوم السبت لغاية ساعة المساء القمر موجود بالأسد زي الأيام اللي مضت في البيت الثالث فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا بتطالعك فترة حافلة جدا بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم مش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك زيارات والتنقلات ولكن عشان في قلوم مسار طويل انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من بعض الإصابات أما يوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء لهو البيت الرابع لأيكم فهونا بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية موسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتشعروا ببعض الحزن والتعب وممكن تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك ابتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة في هاي الأيام من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس القمر بصير في الميزان البيت الخامس لأيكم فهو أنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وهي فترة مناسبة لها ممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة بيبتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتمفيذ مشروع طال انتظاره برضو الفترة هاي بتحملك انفراج أو خبر سار من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ولغاية يوم السبت القمر بصير بالعقرب البيت السادس لأيكم فهو أنا بتتركز على العمل وعلى الصحة انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغداءكم واخذوا قصد كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصيحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع أو تتحسن أحوالك لكن الأهم انك تنتبه على صحتك وعلى عمالك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم السبت لغاية ساعات المساء القمر موجود بالأسد اللي هو البيت الثاني لأيكم فهذه الفترة تحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكم تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجيات ثمينة انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع بسبب خلو المسار ابعدوا عن المغامرات المالية مهما كانت الأمور ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم شنكو ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما يوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء البيت الثالث لأيكم فعشان هيك بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن حاولوا انكم ما تدخلوا في نقاش حاد برضو مع الإخوة مع الجيران وهذا اليوم بسجل لقاء مهم أو اتصالات مفيدة تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو ممكن تلحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الأيام المقبلة يعني في كل الأيام اللي ذكرناها أما من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس القمر بصير موجود في الميزان البيت الرابع لأيكم هنا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم الشيء أنك ما تفقد الاتزان وثقات الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصريف إضافية من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود بالعقرب البيت الخامس لأيكم فهنا فترة ممتازة جدا وإيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم الشيء أنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من مسؤولياتك الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام يعني على كل الجهات وتعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات المساء فهذه فترة تظلها ممتازة جدا نشاطكم عالي جدا بتقدروا تبادروا بأي خطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي خلال هذا اليوم أو خلال هذا النهار بتقدر توضح وجهة نظرك ولكن بدك تحاول أنك ما تعصب ممكن برضو بالإمكان أنك تهتم بمظهرك أو شوي هيك تلاقي في عندك حماسة فائضة أو تنشغل بموضوع أو بمشروع عندك أفكار كثيرة ولكن ابتعد عن القرارات الحاسمة خلال هذا اليوم من ساعات مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء اللي هو البيت الثاني لأيكم يعني هو فترة ممتازة لا تحصلوا على مكاسب مالية تيجي من عمل إضافي مستردات إبات دعم هدايا ولكن بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضروري ويحصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تناقشوا موضوع مالي خلال هاي الأيام ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لأن الشمس لسا ما زالت منتقلت لكل موليد برج الأسد فعشان هيك ما في داعي للمغامرات لا تبدروا أمالكم وكونوا متأيقظين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس القمر بصير موجود في الميزان البيت الثالث لألكم فتعتبر هاي فترة نشطة جدا 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 فبتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران بتستوعب الظروف وبتكيف معها بسهولة وهاي فترة تعتبر فترة التواصل بناء مع الآخرين تتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم شيء أنك ما تضيع الفرصة عليك من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود في البيت الرابع فعشان بالأيام هاي بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو اتميلوا لأفراد العائلة لمديد العون مناسبة احتفال أو اجتماع عائلي أهم شيء أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية بتبدو قلق وممكن تتدمر لأقل الإشارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر ما زال موجود في بيت المتاعب خلال هذا النهار لغاية ساعات المساء اللي هو مساء اليوم السبت عشان هيك ما زال التعب مسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود طيلة النهار وخصوصاً أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حذروا من الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة ممكن شوي تحس أن اليوم ما في حضوض نهائياً أكثر من الأيام الماضية لأنه بداية مراحل الانتقال وبرضو خلو مسار طويل فعشان هيك بدك تضبط أعصابك على الآخر من ساعات مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين لغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود عندكم فهنا بتبلشوا تشعروا بالثقة أو ثقة كبيرة بالنفس وقدرة على سيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم الفترة هي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد يعني فترة بتحمل حماسة ووضوح في الأفكار وطاقة عالية جداً من صباح يوم الثلاثة ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس القمر بصير موجود في البيت الثاني لألكم فهاي فترة بتحمل فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على أمور مالية أو على الأمور المالية أهم إشي أنه ممكن يصير بعض القلق حول مصاريف طبية أو استشفائية طارئة أو مصاريف بيتية ناقش العقود والمعاملات الإدارية في هاي الأيام بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم أو تقوم بمبادرة خيرة من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت القمر بصير موجود بالعقرب البيت الثالث لألكم فهنا بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبيكون هاي الأيام بتكون مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران ممكن تقوموا في هاي الأيام بمفاوضات حثيثة ومفيدة تقدر تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة وتتميزه بسرعة خاطر وسرعة بديهة والقدرة على إيجاد الحلول في هاي الأيام برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في الأسد اللي هو بيتكم 11 فعشان هيك طيلة النهار بيظل المشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حافلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتكم مهمة وتتمتعوا بسرعة خاطر ولكن بدأت ضغط لأنه شوي القمر زي ما حكينا بدو يتجه لبيت المتاعب فاليوم حاولوا انكو تنجزوا كل الأعمال المهمة دون اتخاذ قرارات حاسمة في حياتكم من ساعات مساء اليوم السبت وهي يوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء اللي هو بيتكم 12 بيت متاعبكم فهاي الفترة بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد على صحتكم بسيطر التعب الشديد عليكم ممكن تعب من الشغل تعب من الحياة تعب من العمل تعب من البيت ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال فبدك تحاول أنك تعمل في هاي الأيام أعمالك الروتينية فقط لا غير من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس هنا الأجواء رح تتغير تماما لأنه القمر رح يصير في الميزان له البيت الأول لإلكم فثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة بيعومكم نشاط بشكل كبير تنجحوا بالدفع بالمصالح بكم شعبيتكم بتصير في تصاعدة عالية جدا هاي فترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت في كثير من الأمور أهم شيء أنك ما تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ وبتهد باستعادة موقعك تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظره من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود بالعقرة بالبيت الثاني لإلكم فهنا هاي الأيام بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون هذا المال على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك بتقدر توظف أموالك بشكل حكيم في هاي الأيام وممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة يعني نوع من الهبات أو الدعم أو الهدايا أو تحصل أموال لا إلكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم نهار اليوم السبت يعني من الآن وطيلة النهار القمر ما زال موجود في الأسد البيت العاشر لإلكم فهنا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبرضو المحافظة على سمعتكم فترى ما زالت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن زي ما حكينا بالأيام الماضية بدك تهدئ من روعت وما تنفعل ما تعصب اتجنب مخالفة القوانين احرص على استقرارك ما تشوه سمعتك واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة من ساعات مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بيصير موجود في بيتك 11 وهنا يعني بتنشطوا باجتماعيا بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة في هاي الأيام أهم شيء ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة ويلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارة في هاي الأيام من صباح يوم الثلاثاء والأربعة ولغاية ظهر يوم الخميس القمر بصير في الميزان اللي هو بيتكم 12 يعني بيت متاعبكم فهنا التعب بسيطر عليكم اخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء تفاهم بالكلام بالنظر بالتصرفات مع اللي حواليك بتخف وطيرتك وبتشعر بالملل هاي فترة ممكن تتأخر فيها المعاملات أو تلغى أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير بالعقرب البيت الأول للكم فهنا انتو بتصيروا نشطون جدا وعندكم حيوية عالية وبينجذبلكم أفراد من الجنس الآخر تقدروا تبادروا لخطوة جديدة من شأن هنهتدعم من مركزكم الاجتماعي في هاي الأيام بتستعين حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة تعتبر يعني بداية مرحلة جديدة والطاقة بتصير فيها عالية جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعة مساء اليوم السبت القمر ما زال موجود بالأسد البيت التاسع لإلكم فبتنشطوا في الاتصالات البعيدة السفر الحوار مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن أهم شي أنه تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة وإذا كان عندكم امتحان أو مقابلة ما تعتمدوا كثير على الحضوض لأنه في خلوم مسار طويل أما من مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير بالعذراء البيت العاشر لإلكم فهنا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين فترى مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرفات الارتجالية ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نضموا أعمالكم عشان تقدر تنجزها بالكامل من صباح يوم الثلاثة ويوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر بصير موجود في الميزان له بيتكم 11 ففي هاي الأيام بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء أو اتصالاتهم أو تعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسب بسعيدة أهم شيء تتجنب العناد حاول أن تكونوا أكثر انفتاحا على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسلوا وبادروا لتصحيح الأفطار واستعادة موقعكم ما بناسبكم البقاء وحيدين في هاي الأيام أما من يمكن التعانون من التعانون من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شنكو ما تجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحضود لأنه بضل بيت المتاعب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في الأسد البيت الثامن لألكم من الآن لغاية ساعة مساء اليوم السبت فبضل تركيزكم كله على تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة بالضل في فرص لمكاسب تيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة وبرضو في هذا اليوم تحديدا لا تكفلوا حد لا تضمنوا حد لأنه إذا داينتوا حد فلوس ممكن ما تحصلوها وإذا كفلتوا حد ممكن ما يكمل سداد ديونه وممكن تناقشوا اليوم موضوع تمويل أو قرض أو تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها في بعض الأمور أما من ساعات مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بيصير ببرج العذراء البيت التاسع لألكم فهنا بتنشطوا في أمور علاقة بالسفر البعيد والاتصالات لازم تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن عندك اندفاع عندك حماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك وهذا شيء بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص والمكاسب خلال هاي الأيام من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر بصير في الميزان البيت العاشر لألكم فهنا فترة جيد الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم برضو بالفترة هاي بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم ممكن اليوم تقدم أفضل ما عندك عشان تحصل إنجاز أو تكريم أو ترفيع أو منصب فعشان هيك ما تتهرب من المسؤوليات الموكلة أو من أداء أو من أداء الواجب لأنها رح تدر بمصالحك وهذا بيت السمعة فحاول ما تشوه سمعتك بأي تصرف عشان هيك استثمر كل فرصة جيدة بالنسبة لألك من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير بالعقرب بيتك فهنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأشخاص بترتاحوا لهم أو بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعد الصديق وهي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية بتقدر تقتنس الوقت أو الفرصة لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين أهم شيء أنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة فترة ممتازة جدا للتعامل الاجتماعي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في الأسد البيت السابع لإلكم مقابلكم تماما لغاية ساعات مساء اليوم السبت فبظل برضو هي جيدة لتدعيم شراكاتكم سواء في العمل في العاطفة وبالضل فترة مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بما أنه في خلو مسار طويل والقمر والشمس موجودين اثنين مقابلك تماما فبدك تحاضر من الخلافات وما تضخم الأمور أنت أنت اليوم حساس جدا ومتوتر وشوي عندك هيك نوع من أنواع كآبة ولكن طاقتك ضعيف جدا بسبب قلق ما مثلا أو ممكن شوي متخوف من بعض الأمور مع ساعات المساء بتبلش هاي الأمور كلها تنتهي يعني عندك من ساعات المساء ونهار الأحد والاثنين وصباح يوم لغاية صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعدراء البيت الثامن لإلكم فهونا بتتركز كل الأمور على الأمور المالية المشتركة بتقدروا تتفحصوا حساب مالي مشترك أهم شي انكو تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول إنك تكون مرن ويعني وما تتنازل عن حقك ولكن شرط الامتناء عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر بصير موجود في الميزان البيت التاسع لإلكم فهونا بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وهي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم شيء ما تستسلم من بل كرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هاي أفضل أيام الشهر بترافقك فيها حضوض وربما تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش بموضوع يعني فيه أخبار ممتازة جدا في هاي الأيام من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود بالعقرب اللي هو بيت سمعتكم البيت العاشر فهي جيدة ومناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم مع المسؤولين ونير رضا المسؤولين تقدروا تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا ثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش إنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وعلى سمعتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر اليوم من الآن ولغاية ساعة مساء اليوم السبت القمر ما زال موجود بالأسد البيت السادس لا لكم فهنا بتجد إنه العمل ما زال بيتراكم ما عندك اهتمام كثير بأعمالك بصحتك أهمش كل يوم تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم راحتكم صحتكم لا تهمل واجباتكم مهما كثرت أو صعبت وابتعدوا عن أي مشاحنات ما بينكم بين زملائكم بالعمل أو فرض السلطة والسيطرة على الزملاء من ساعات مساء اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير بالعذراء البيت السابع لألكم فبتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء العمل أو العاطفة أهم شنك تكونوا أكتر تفاهما لوجهة نظرهم نص بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة شوي فيه نوع من أنواع الضغط وممكن تشعر فيه في بعض الأوقات الأوضاع ممكن تكون صعبة فعشان هيك لا تعاند ولا تعصب لا تختلق المشاكل ابتعد عن الأشخاص اللي بيستفزوك من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر بيصير موجود في الميزان البيت الثامن لإلكم يعني تحرك من مقابلكم درجة فهنا بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة في هاي الأيام والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض أهم شيء ما تهملوا صحتكم ممكن في هاي الأيام تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو تناقش موضوع مهم وتعيش بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أو تعالج موضوع إداري في بعض كورة هيهتم بشكل خاص بالملفات الاستشفائية والمالية من ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت هنا القمر بيصير موجود بالعقرب يعني نهاية أسبوع ممتازة جدا البيت التاسع لإلكم ففي هاي الأيام بيصلكم خبر صار من بعيد بتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم فترة مناسبة لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك بتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار تعتبر هاي الأيام من أجمل أيام الشهر وبتكون الفترة هاي دينماكية جدا بتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أو مكسب أو أشياء كان صعب إنك تحصلها في الأيام الماضية في هاي الأيام ممكن يجيك الجواب عليها أو تتحقق هيك منكون انتهينا من لمحتنا الأسبوعية وتوقعاتنا والله أعلم هاي توقعات يعني مش شيء بجزم فيه نحن من التوقع فنقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء